السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد فاتحي من قناة المصريين بجد ازايكم كلكم طبعا احنا في الوقت الحالي عندنا تنظم السنوية العامة الجديدة تسليم التابلت مبدئيا التابلت ده امكانياته انا طبعا استلمت التابلت من المدرسة انا طرف قولة سنوي التابلت امكانياته فيه فورجين شاشة عشرة بوصة هاي اتش دي بروسيسور اكتا كور واحد الامات اتنين جيجا الشاشة بتاعته في التسجيل والعرض كاميرا الخلفية تمانية ميجا والامامية اتنين فيه جي بي اس وواي فاي وبلوتوس وكل الكلام ده بطارية سبعة تلاف وتلتمية ميلي امبير داخلي اتنين وتلاتين جيجا تمام ده قلبة التابلت اهو اتنين وتلاتين جيجا مقاساته تابلت عادي خالص جالاكسي تاب اس اكس انت بتستلم التاب تستلم معي السماعة السماعة سامسونجي عادية خالص السماعة دي هتستلم معي الجراب جواء الالم طبعا انا معي الجراب والالم فكتهم عشان هستلم تابلت وفتحته ادي الجراب الجراب طبعا حلو جدا الجراب ده بيلف وليه كزا استخدام هنشرحوا بالوقتي مع بعض تمام وهدي العلم نبتدي نفتح التاب مع بعض اول حاجة علبة التاب هنبتدي نفتح التاب بالشكلة ده تابلت بعدها بالمنزل ادي العلبة التاب اهو هنطلع التاب طبعا هتفتح العلبة تتاكد من مكوناتها كويس قوي دليل التشغيل والضمان الشاحن وتتاكد انه شاحن سامسونج اصلي ومكتوب عليه سامسونج وصلت برضو وصلت السامسونج دي معروفة وادي العلبة كده احنا مش محتاجين زي العلبة في حاجة طبعا اتبع اوقت هتقوم فاتح التاب من هنا كده بتيج وقوم بخرج الجهاز ادي جهاز التابلت تمام اول حاجة هنبتدي نفتح الجهاز زي اي جهاز زران الباور نعمل القبن هدي ايهاز وقوم بأس الكارتونه مش محتاجين الكارتونه حاجة لوقاتي التابلت يفتح بشكل طبيعي جدا همان؟ طبعا امل قلم بتاع التاب قلم التاب اللي هنستخدمه في التاب طبعا انا عامل التاب بتاع دي باسوورد هدخل وجيلكم ادي التاب هيبتدي يفتح بشكل طبيعي جدا. طبعا هتستلم التاب مش هيكون عليه اي باسورد اي حاجة. هيفتح معك بشكل طبيعي. مما ان استنمت التاب من يومين تقريبا. فالتاب معي انا عملت له باسورد وزبطت الحاجات اللي فيه طبعا انا ارفق كل الحاجة تعملها ازاي? تمام? ادي كده التاب فتح معي. التاب هيفتح معي طبعا انا امرتب الحاجات دي ويفتح معك تلات صفحات. صفحة فيها البرامج الاربعة دول. وصفحة فيها دول. وصفحة تانية موجود فيها البرامج الافس. تمام? طبعا التاب في مكان. زرار التعليق. زرار التوطية. ده مكان الكارت. كارت الميموري. اهو. تمام? ودي مكان الشريحة. الشريحة دي مش هتشتغل غرداتا. وهم تقريبا هتسلموك شريحة في المدرسة بس بعد فترة. طبعا مش هتشتغل غرداتا فمش تبقى بتعمل عليها اي مكالمات. تمام? ده مكان الشاحن. مكان السماعة. ده المايك. من تحت موجود سماعتين. لتشغيل الصوت. ودي زرار التعليق الموجودة في اي جهاز? طبعا اللي في الضار ده السريال نمبر. مالوش دعوة بالامتحانات خالص زي ما طلعوا وقالوا من فترة. السريال نمبر ده كل فايداته الوحيدة انه بيحدد الجهاز ده هو جهازك ولا لأ. طبعا ضمام. هنفتح بالمنظر ده. هتفتح التاب. هدخل التصور ده اللي دعلكو. هيفتح معك التاب بالمنظر ده. كل اللي هتعمله. هتفتح التطبيقات. دي كل التطبيقات اللي قدامك. طبعا هينزل تطبيق كمان. كان فيه تطبيق دي اف موجود بس اتنسح. فيه تطبيق كمان. هينزل اسمه دول ده. وتطبيق دول دول اهم تطبيقين محتاجين. طبعا دي برامج سامسونج. الالة الحزبة والساعة. دول معرفين. الجوجل كرون. وطبعا ده مقفول من كل النواحي. يضغبك. يعني بيفتح بنك المعرفة. اي حاجة تاني هتجي تفتحها. هيقولك لا يمكن الوصول لموقع الوي. اي برنامج او اي تطبيق. بنك المعرفة هتفتحه. هيفتح معاك بشكل طبيعي جدا. تمام? هنشوف بنك المعرفة دلوقتي نفتحه ازاي. برامج المايكروسوفت. طبعا مش معظمهم شغلين بس الورده شغال حاليا. بعد كده التليفون. هو هيفتح معاك شكل تليفون طبيعي. بس هو ما بيعملش اي مكالمات. هو بس بيشتغل ده. الستوديو. طبعا الصغر دي نزلة بتيجي نزلة مع الجهاز بشكل طبيعي. الملفات. طبعا الملفات اللي بتكون موجودة على الجهاز. طبعا الصور اللي موجودة. الصوتيات اللي هي نغمة الرانين والنوفيكشنز وميوزيك. الفيديو طبعا الجهاز معلوهش اي فيديوهات. ما تقدرش تحمل عليه اي برامج. ولو حاولت انك تحملها التابلت هيقفل. والوزارة هتمسح البرنامج اللي انت نزلته. طبعا انت حتى برنامج الملفات ما تقدرش تحدسه. يعني المفروض البرنامج ليه تحديس حتى لو دوست تحديس مش هيرضي يحدس. طبعا الكاميرا مقفولة. تفتحش. جهاز الاتصال طبعا ده هيظهر علينا جهاز الاتصال. الرسائل بتعتبر ما لاش لازمة في الوقت الحالي. ده التقويم وده معروف طبعا. دي المذكرة. المذكرة دي تقدر تكتب عليها. ممكن ترسم او تلون او تشكل. تمسح. دي كده بالنسبة للمذكرة او المفكرة. تمام. بعد كده عندنا في اليوريكا ده ما بيشتغلش غير على النت بتاع المدرسة بس. طبعا البرنامجين دول هم المسؤولين عن قفل التابلت تماما. يعني ده المتوصل بسيرفر الوزارة. طبعا عن ضفة القاهرة مقفول تماما. ما بيديكش الحاجات اللي مسموح لك بس. طبعا ده البرنامج برنامج اسمه البرنامج ده في ميزة واحد زائد واحد تكتب اي رقم ويطلع لك الناتج. ممكن مسلا. هي. زائد اتنين بتساوي. هيجب لك الناتج. ممكن مسلا. اتنين زائد كام يساوي اربعة. هيقول لك النتيجة. هيكتب لك النتائج. طبعا عشان فقط الكاتب بيبقى اتنين زائد ايه يساوي اربعة. هيقول لك هنا الرقم اللي موجود. بس البرنامج ده في عيب انه ما بيقدرش يكتب واحد عربي. يكتب انجليزي بس. تمام? بالنسبة لقفلة التابلت هي تعتبر ميزة كبيرة جدا. لسببين? السبب الاول انك ما تقدرش تستخدم التابلت ده غير على المذاكرة. وحتى يعني ما تفكرش انك تلعب او تلمي الجيمز عليه انه يعتبر ما مش لازمة في الحاجات دي. الميزة التانية انه متأمن ضد السرقة بسبب الميزة دي. انك انت لو حد صار اوهاييبقى بالنسبة له مجرد حيث الحديدة ما لايك اي لازمة. تمام? ده بالنسبة للجهاز. طبعا عندنا الاعدادات. الجهاز يجي لك معمول الضبط بتاعه باللغة الانجليزي. عندك الواي فاي. الواي فاي طبعا ما بيتقفلش. تمام? يعني حتى بص حاولت تقفل واي فاي مش هيقفل. البلوتوس غير متاح تماما. الاصوات دي معروفة. طبعا عشان تغير اللغة هتخش على الادارة العامة. اللغة الادخال. هتختار اللغة اول الحاجة. وتختار كده وتعمل مسلا دي. الليها. اللغة. هتخش هنا. هتعمل كده. هتعمل اضافة لغة. طبعا مش تبقى موجودة العربي. هتضيف العربي. هتحدد الدولة بتاعتك اللي هي هتكون. لنقل مسلا امارات العربية. هتقول الضبط كلغة افترا دي. سهلا طبعا انت ودولتك طبعا انت هتخليها مصر اكيد. مش حد هتخليها حاجة تانية غير مصر يعني. نامسحة دي. واحد. ده بالنسبة للغة. طبعا دي الحسابات سجل في حسابك عادي خالص. مش هقفل طبيعي. شاشة القفل تقدر تعمل نوع نوع قفل الحماية. هعمل البصور ده اجيكم. في عندك سحب ده من غير امان خالص ما فيش حاجة كلمة مرور رقم بين نمط قفل اتجاه دي حاجة جديدة شوية اللي ايه تقدر مسلا تعمل عدد اتجاهات محدد عشان الجهاز يفتح من اربعة لتمن اتجاهات يعني ممكن كده في كده في كده في كده في كده وتحدد انت الكلام ده كله. تمام? انا طبعا ما بعملهاش. الوضع الخاص ده ما بيشتغلش. اطلط بيقاط بتاعتك اللي موجودة انت ما تقدرش تنزل ايضا بيقاط غير دولت. الصيانة ده اطبيقى علشان خاطر بتعمل صيانة للجهاز ده اللي مش محتاجها البطارية مسلا كل ده. من نسبة المزات في حاجة عندنا اسمها سكون الزكي. ده بيخليك طول ما انت بص في الشاشة. يفضل التليفون مفتوح اقترات متعددة. دي اللي بتخليك تقدر تقسم الشاشة او بتصغر بالمنظر ده. تبقى عندك العددات بالمنظر ده. فيه طبعا انت ممكن تخليها كده. او تكبرها وترجحها زي ما كانت تاني. او ممكن تقسمها بالشكل ده. تمام? وتفتح حاجتين مع بعض. يعني بس انت بتكتب وعايز يبقى جمعك كتاب تقدر تعملها كده. تمام? الكاتم السهل. ده انك تقفل لصوف المكالمات او الملبات او ما تحط اليك على الشاشة. المشاركة المباشرة دي اللي هي وفي دايريكت. ومش محتاجين للوقت يطلع لانت خلفية الشاشة ما تقدرش تغيرها. فيش اي حاجة تقدر تغيرها حتى خلفية الشاشة تعتبر سبتة. الشاشة السطوقة ده انت بتزبطه. عندك الشاشة الرئيسية. دي معروف ايه اللي فيها. طبعا احنا شرح للك كلام ده من شوية. اطارات الرموز. ده بيبقى شكل لها رموز مع اطارات او رموز بس. تمام? زمن التوقف بعد قد ايه? الاصوات وده شرحنا من شوية. تمام? ده كده بالنسبة للتابلت. التابلت الجراب بتاعه موجود. الجراب بتاع طبعا فيه ميزات كتير جدا. ادي الجراب. طبعا هنقفل التاب. نتعامل بالراحة مع الجراب عشان الجراب ده اطرافه مش مارنة. اطرافه مشفى وممكن يتكسر منك من غير ما تاخد بالك. اخد بالك في التعامل مع الجراب. بتعامل معه بالراحة. تمام? ادي التاب. افتحه. ادخل باس واجلكم. دخل الاسور ده واجلكم. ادي الجهاز كده بقى في الجراب. طبعا الجراب انت تقدر تخليه يبقى كده. توقفه مستويات. تمام? ادي مستوى اتنين تلاتة. او تقدر تجيبه بالعرض. ادخل مستوى اتنين تلاتة. تقدر تلفه. تدوره تعمل فيه اللي انت عايش. طبعا الجراب ده اعتبر جراب يقدر يحمي الجهاز من القبطات. في مكان للألم. الاستج ده علشان خاطر تقدر تاخد التاب المنزر ده. واتخط الألم هنا. بكده احنا شرحنا ازاي تفتح التابلت بتاع الوزارة وتستخدمه. في حلقة تانية هنعرف ازاي نعمل ايميل على بنك المعرفة المصري. وازاي نبتدي ندرس الحاجات دي كلها. ده الجهاز. وشكرا وإلى اللقاء في حلقة اخرى. اشتركوا في القناة